كما والتقى مرسلنا في إدلب مع أحد قياده حركة أحرار الشام المشاركة في عملية تحرير إدلب وتحدث عن المعركة والنتائج التي حققها الثوار حتى اللحظة في إدلب فلنتابع أبو طالب أنت من قيادات حركة أحرار الشام الإسلامية من قيادات الصف الأول نريد أن نعرف منك لماذا هذا التوقيت في بدء معركة تحرير إدلب أولا بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله أخي أنا الأوان لأن تحرر هذه المدينة من هذا العدوان الغاشم أنا الأوان بأن يتوحد المجاهدين جميعا والثوار في صف واحد ضد هذا الطغيان الذي أسر أهلنا في هذه المدينة أهلنا الذين هم بداخل المدينة مدينة إدلب الذين يستغيثون ويتواصلون معنا بأن نحررهم من هذا الطغيان فهذا التوقيت لا بد أخي لأن نعرف أن هذا التوقيت هو مناسب أولا لوجود العامل الجوي المناسب أخي يجب أن نعرف أن هذا النظام ليس لوحده أولا هو عدة دول تحارب معه وتشارك معه في قتال أهلنا المدنيين وطبعا هم إيران والصين وعدد دول وروسيا ونحن بالمقابل كنا نرتب أمورنا كنا نهيئ شبابنا ورجالنا في المعسكرات وكنا نأخذ بجميع الأسباب الدنيوي بإذن الله ونعتمد على رب العالمين إن شاء الله وبالمقابل أن هذه الفترة التي كان فيها بعض الخلافات في الفصائل انتهت والحمد لله وأردنا أن نوحد صف المجاهدين جميعهم والثوار وأن تكون هويتنا هي بإذن الله هي قتال هذا النظام فقط في هذا التوقيت لا بد أن نتوحد ضدهم